حزب الله اللبناني نفذ هجوما صاروخيا كبيرا صباحا هذا اليوم على أهم منشآت الطاقة الموجودة في الداخل الإسرائيلية العديد من الأوساط الإسرائيلية تحدثت عما جرى على سبيل المثال يدعوت أحرانوت وتفاصيل هذا الأمر والقصة كلها بدأت بإطلاق حزب الله اللبناني لأكثر من مئة صاروخ على حيفا وهذا أكبر عدد للصواريخ وأكبر هجوم صاروخي على حيفا منذ السابع من أكتوبر حتى يومنا هذا وكانت هناك لقطات مصورة لطبيعة هذا الهجوم الصاروخي وتصدي القبة الحديدية لهذه الصواريخ لكن بعض الصواريخ طبعا تمكنت بسبب كثرتها وتوجهها بعدة اتجاهات من ضرب أهداف كما نلاحظ هنا وكذلك اتضح بأن هذه الصواريخ تحلق فوق منشآت حساسة للغاية منشآت للطاقة مهمة موجودة في حيفا مثل هذا المقطع المصور الذي نراه أمامنا طبعا وهذه الصورة على سبيل المثال القادمة من المقطع الأخير توضح لك بأننا أمام مشآت تبدو كمشآت النفطية هذه صورة أوضح لنفس هذا الموقع نتجه بالقمر الصناعي هذا هو جنوب لبنان وهذه هي حيفا نحاول أن نقترب من نفس النقطة التي رأيناها قبل قليل المصورة من قبل أحد الإسرائيليين طبعا في تلك المنطقة من خلال هذه الصورة بالقمر الصناعي إذا ما هبطنا باتجاه هذه النقطة تحديدا سنرى بأننا أمام نفس المنطقة التي كانت ظاهرة أمامنا لتوضح فعلا بأننا أمام حقيقة بأن هذه الصواريخ كانت تحلق فوق هذه المنشأة تحديدا بمعنى آخر إذا ما ابتعدنا بالقمر الصناعي قليلا فأنت سترى أن هذه الصواريخ كانت تحلق فوق واحدة من أكبر المنشآت النفطية الموجودة في ميناء حيفا كذلك إنها كانت تحلق باتجاه منشآت النفطية خطيرة وكبيرة للغاية موجودة في هذه المنطقة كما نرى على سبيل المثال سترى بأننا أمام منشآت النفطية هنا وهذه منشآت نفطية أخرى وهذه منشآت أخرى بالإضافة للمنشآة الهائلة التي نتحدث عنها لا بل أيضا إلى الشرق من هذه المنشآت التي نتحدث عنها هناك منشآة أيضا للطاقة أخرى موجودة في هذه النقطة لاحظ ما أكبر هذه المنشآة وكلها تأتي باتجاه النقطة الصاروخية التي كانت أو الصواريخ التي كانت تحاول استهداف هذه المنطقة حتى أن بعض الصواريخ فعلا حاولت استهداف المنشآة التي أشرنا لها قبل قليل من خلال صورة كانت واضحة تتطابق مع هذه الصورة من القمر الصناعي على سبيل المثال هذه اللقطة تظهر فيها عدد من العلامات لهذه المباني المميزة كما نلاحظ هنا موقف للسيارات شارع عام موقف آخر ومساحة وهذه طبعا منشآة كما نلاحظ والانفجار كان موجودا تقريبا بهذا الاتجاه بعد المنشآة وقريب من هذه المنشآة لاحظ هذه هي نفس الصورة تماما التي لاحظناها في القمر الصناعي نفس العلامات التي لاحظناها قبل قليل هي ظاهرة مع هذه الصورة من القمر الصناعي ومتطابقة تماما مع موقف السيارات وهذا هو الشارع كما نلاحظ وهنا كما نلاحظ أيضا موقفا للسيارات آخر كما هو واضح مسافة وهذه هي نقطة الاستهداف ولاحظ هذه هي كلها المنشآت النفطية مما يوضح إلى أن حزب الله اللبناني كان يبحث عن تحقيق ضربة ليست بالعادية على هذه المنطقة حتى منشآة بعيدة نوعا ما كان قد حاول حزب الله على ما يبدو من استهدافها بعد الصواريخ ظهرت في هذا الطريق الذي صوره أيضا أحد الإسرائيلين في حيفا نفس هذه اللقطة التي نراها ظاهرة أيضا في القمر الصناعي على مسافة من هذه المنطقة التي نتحدث عنها إلى الشرق هي أبعد منشآة تقريبا في حيفا تحديدا هذه هي المنشآة بخط واحد ستجد بأننا أمام نفس الطريق تماما إذا ما هبطنا بالقمر الصناعي هنا في هذه النقطة سترى أنها متطابقة تماما مع الصورة التي رأيناها قبل قليل وهذا كله يثبت فعلا بأن حزب الله اللبناني كان يريد تحقيق ضربة كبيرة للغاية صباحا هذا اليوم على الجانب الإسرائيلي بإطلاقه لأكثر من مئة صاروخ باتجاه كل هذه النقاط النفطية التي تحدثنا عنها طبعا الجانب الإسرائيلي تحدث بأن أكثر من عشرين منظومة من منظومات القبة الحديدية حاولت التصدي لكل هذه الصواريخ لكن واضح جدا أن حزب الله كان يريد أطلاق الصواريخ باتجاه المنظومات الدفاعية وكذلك باتجاهات مختلفة لاستنزاف المنظومات الدفاعية وفي نهاية المطاف محاولة استهداف هذه المنشآت النفطية التي أشرنا لها قبل قليل ولو ذهب ولو تمكن أي صاروخ من هذه الصواريخ من ضرب هذه المنشآت على سبيل المثال لاشتعلت النار بشكل كبير في هذه المنشآت ولظهرت طبعا على المستوى الإعلامي وكأن حيفا تحترق ولاحظ بأن هذه المنشآت كلها قريبة من ميناء حيفا الميناء المهم للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي بعد كل ما جرى لإيلات وحتى أن السفن التي تتجه باتجاه هذا الميناء تحديدا ستكون في وضع مضطرب سترى أن إيران تشتعل في الميناء وبالتالي قد تنسحب قد تتوقف ومع الوقت ومع استخدام مثل هذه الصواريخ أو حتى صواريخ باليستية مع تطور الحرب فإن هذا سيجعل إسرائيل في موقف صعب على المستوى الاقتصادي وسيكون الأمر محرجا للغاية على بنيامين نتنياهو الذي انتعش وضعه السياسي كثيرا بعد كل ما جرى في السابع من أكتوبر نفذ كثير من العمليات في قطاع غزة وسيطر عليها تقريبا بالكامل وبدأ يتقدم في لبنان وضرب كذلك إيران وعلى وشك ضرب إيران وهو يريد الذهاب عملية كبيرة في الجنوب اللبناني لكن مثل هذه الضربات ممكن أن تضعه على المستوى الإعلامي على مستوى المعارضة على مستوى المدنيين أيضا المتواجدين في حيفا تحديدا تحت الضغط وتحت النار مرة أخرى وهذا هو الواضح من قبل حزب الله وما يريد تحقيقه حزب الله من هذه العملية الصواريخ بشكل عام كما تحدثت المصادر الإسرائيلية بأن أغلب الصواريخ كانت قد انطلقت من جنوب غرب لبنان بعض هذه الصواريخ وواحدة من هذه المنصات كانت موجودة تقريبا إلى جنوب شرق لبنان وانطلقت باتجاه هذه المنطقة مما يوضح إلى الرغبة بتحقيق شيء ضد حيفا وليس فقط إطلاق الصواريخ فوق هذه المنطقة وما هو مثير بهذه المسألة بأن هذا التطور يأتي بعد إعلان إسرائيل لإقحام فرقة جديدة للدخول إلى جنوب لبنان وباتجاه تماما هذه المنطقة باتجاه ساحل البحر المتوسط متجهة إلى صور تحديدا وبدأت بالعمليات في الداخل وهذا الإعلان كان واضحا للفرقة تحديدا 91 عندما أعلنت إسرائيل عن هذه المسألة ونشرت صورا للقوات الإسرائيلية من هذه الفرقة لواء أي مشات بالإضافة إلى لواء مدرع هو الذي دخل لهذه المنطقة لا بل أن إسرائيل صباحا هذا اليوم أيضا أعلنت عن إقحامها لفرقة جديدة وهي الفرقة 146 المدرعة أي أن الخارطة الآن أصبحت معقدة وصعبة على حزب الله اللبناني وهذه هي صور الفرقة كما نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية للفرقة المدرعة وهي تستعد لعملية التقدم وأكدت جانب الإسرائيلي بأن هذه الفرقة فعلا بدأت بعملياتها في جنوب لبنان وتوغلت في جنوب لبنان الآن وبالتالي خارطة توزيع هذه الفرقة الآن أصبحت كالآتي كما تحدثت الأوساط الإسرائيلية تضح أن الفرقة 146 التي نتحدث عنها بأنها هي التي تأتي باتجاه جنوب غرب لبنان باتجاه صور وباتجاه المدن المهمة باتجاه صيدة وطبعا بيروت وهناك طرق معبدة لهذه الفرقة المدرعة لكي تتقدم بها وكذلك الفرقة 36 والفرقة 91 تضح بأنها هنا في هذا المحور والفرقة 98 والفرقة 210 في مرتفعات الجولان وما هو مثير بأن أربع فرق كل هذه الفرق التي ذكرناها الآن هي أصبحت متوغلة في جنوب لبنان كما أوضح معهد دراسات الحرب وعدد من المصادر الموثوقة والمهمة بأنهم فعلا يتقدمون في هذه المنطقة لا بل أن إسرائيل بدأت تتقدم وتسيطر حتى على مقرات اليونفل صدق أو لا تصدق دخلوا إلى مقرات اليونفل مثل الفرقة 36 دخلت إلى هذا المقر الخاص باليونفل كما تلاحظون بصورة واضحة من قبل شركة بلانت نفس هذه الصورة ظهرت من شركة بلانت لتوضح أن كل هذه النقاط التي نراها هي مدرعات إسرائيلية ودبابات إسرائيلية منتشرة في هذه المنطقة لا بل أن الآيرش ميرر نشرت صورة من نفس هذا المقر ملتقطة من أحد المقاتلين والجنود المتواجدين الآيرلنديين طبعا في اليونفل وهو يلتقط صورة للدبابات وأوضح أن الدبابات موجودة أساسا في داخل المقر صدق أو لا تصدق هذه هي الآيرش ميرر ونشرت هي في حقيقة الأمر هذه الصورة من هذا المقر لتوضح الدبابات الإسرائيلية وهي منتشرة هنا نقترب قليلا وسترى بأننا فعلا أمام ثلاث دبابات هنا وانتشار كبير وهذا كله يعطي فكرة إلى أن إسرائيل تريد السيطرة على كل شيء يأتي مع حدودها والوصول حتى لمقرات اليونفل وهذا المقر يأتي باتجاه منطقة مارون الراس التي تتقدم باتجاهها إسرائيل واليوم نشر أيضا صور بنفس هذه المنطقة أكدت إسرائيل أنها ضبطت واحدة من الأنفاق الخاصة بحزب الله اللبناني وقوة الرضوان وهذه هي كلها الصور لهذه الأنفاق والخنادق التي وجدتها إسرائيل وكذلك منصات إطلاق صواريخ موجودة من ضمن هذه المنطقة ولاحظ هذا هو المقر الذي أشرنا له قبل قليل المقر الخاص أو القاعدة الخاصة باليونفل وهي 6-52 كما نلاحظ سيطرة من قبل الجانب الإسرائيلي عليها ولاحظ أن هناك العديد من النقاط الزرقاء هذه كلها نقاط تواجد قوات اليونفل التي لم تتمكن من منع حزب الله اللبناني من التواجد في هذه المناطق وحفر الأنفاق ووضع منصات إطلاق الصواريخ وغيرها وهذا كله يوضح إلى أن إسرائيل ستبحث عن السيطرة على مقرات اليونفل أو الدخول على قوات اليونفل ليس هناك شيء ضد اليونفل لكنهم يريدون تخطية هذه المنطقة بأكملها وهذا هو الذي دفع في نهاية المطاف حزب الله اللبناني مع اقتحام كل هذه الفرق مع هذه التطورات بدأوا بمهاجمة حيفا التي تعتبر من الخواصر الرخوة بالنسبة لإسرائيل وكذلك شنوا هجوما كبيرا على من؟ على تل أبيب وهذا من أجل أيضا تعطيل حركة الطائرات الموجودة باتجاه مطار بنغوريان لخافة المدنيين الموجودين في إسرائيل ودفعهم للمغادرة في نهاية المطاف لأن هذه الصواريخ ممكن أن تزداد ممكن أن تأتي من جبهات مختلفة وأهم هذه جبهات إيران التي أثبتت بأنها قادرة على ضرب أهدافها بدقة عالية للغاية وهذه الضربات والهجمات هي لتعطيل طبعا الهجوم والبرية الإسرائيلي لكن الأهم أيضا لتعطيل إسرائيل وجعل إسرائيل أن تفكر مرتين قبل تنفيذ أي هجوم انتقامي على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي شهدناه مؤخرا حيث أن نيويورك تايمز أكدت إلى أن إسرائيل ستنفذ عمليتها الانتقامية رغم كل التأجيل الذي شهدناه في الأيام القليلة الماضية حتى أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز كان قد تحدث عن نفس هذه المسألة لكن الحديث من هذه المصادر هنا إلى أن إسرائيل فعلا ستنفذ هجومها بغض النظر اخترقت الأجواء الإيرانية أو من فوق الأجواء العراقية والضربة ستكون باتجاه القواعد العسكرية وكذلك مقار القيادة أو الاستخبارات الخاصة بالجانب الإيراني هذا هو الهدف من قبل الجانب الإسرائيلي في هذه الضربة يعني تقريبا الرد بالمثل قد يكون بأكبر بقليل من الضربة القادمة من قبل إيران على إسرائيل وفي حالة إيران قامت بالرد كما توعدت بضرب إسرائيل والعمق الإسرائيلي مرة أخرى فإن هذه المرة الرد من قبل الجانب الإسرائيلي سيكون باتجاه ليس فقط منشآت الطاقة أو المشآت النفطية الإيرانية لكن الأهم من ذلك هو ضرب المفاعلات النووية وطبعا إسرائيل تريد اتباع مثل هذه العملية وذلك من أجل ردع إيران وجعل إيران أن تفهم بعد الضربة الإسرائيلية باتجاه إيران المقار العسكرية ومقار الاستخبارات التي نتحدث عنها وبعض مقار القيادة إيران لن تضرب إسرائيل لأن المفاعلات النووية مهمة للغاية وصرفت إيران كثيرا من الجهود والسنين والأموال من أجل الوصول إلى النقطة التي وصلت إليها وكذلك هي لا تمتلك المنظومات الدفاعية الكافية لصدي أي هجوم كبير ممكن أن يكون بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير هذه المفاعلات النووية ولكن ان ضربت كما تحدثنا سترد إسرائيل وهذا هو الذي أشعل الانتقادات على نتنياهو وعلى إسرائيل بشكل غير مباشر من الذي أشعل هذه الانتقادات نفتالي بنتس رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي ظهر بهذه الطريقة وقال يجب أن نضرب الآن المفاعلات النووية يجب أن نضرب الاقتصاد الإيراني أي ضرب المنشآت النفطية وكل ما هو مرتبط بالاقتصاد الإيراني لأن هذا يمول كل الفصائل المسلحة إن كانت الموجودة في العراق في سوريا حزب الله ضرب القيادة الإيرانية والبحث عن إسقاط النظام بعد كل ما جرى لأن إسرائيل في خطر كما يتحدث وعاد مرة أخرى لينشر نفس المسألة بتغريدة هنا في موقع أكس لفرض ضغط على نتنياهو لإظهار بأن اليساريين في إسرائيل يريدون ضرب المفاعل النووي وأن على نتنياهو لا يتهاون مع هذه القضية وما هو خطير هو أن شخصا مهما مثل أموس يادلين الذي ترونه هنا وهو أحد الطيارين الإسرائيليين الذين نفذوا عملية أو الضربة التي جاءت باتجاه مفاعل تموس في العراق في عام 1981 قال الآتي عن الضربة القادمة الإسرائيلية تجاه إيران أن الهجوم الإسرائيلي على إيران سيكون شيئا لم يشهده الشرق الأوسط من قبل وبالتالي نحن أمام فعلا ظروف كبيرة ظروف خطيرة بدأت الطاقة أصبحت أو أصبحت الطاقة الآن ومشأت الطاقة هدفا واضحا في هذه المعركة وممكن أن تتطور بشكل أكبر خاصة بعد الضربة الإسرائيلية المرتقبة على إيران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة